هناك سؤال آخر من أختي تقول أنه تعرضت للتحرش الجنسي في الصغار من ثلاث أشخاص مختلفين والآن أعاني كثيرا وكرهت كل شيء في حياتي تركت دراستي مع أني كنت متميزة وما عندي أي أصدقاء وأعيش بوحدة رغم أني مع أهلي أختي العزيزة الله يعينك على هذا الشيء طبعا حالات التعرض الجنسي والعنف الجسدي ضد الأطفال تترك آثار كثيرة على الشخص فلذلك هو يعني نرجع ونقول الوقاية خير من العلاج في هذه الأشياء يعني لازم نحصن أطفالنا نحميهم على قدر استطاعتنا من التعرض لهذه المواقف وإذا صارت هذه المواقف خارج عن إرادتنا فيجب أنه نساعد هذا الطفل على أنه يتغلب على هذه الأشياء المؤلمة التي حدثت في حياتهم طبعا يا أختي أنت الآن إنسانة كبيرة لكن هذه المواقف اللي صارت لك من الصغر أثرت عليك وخلتك إنسانة منعزلة ومدت ومكتئبة فأنا أنصح دائما أنه تعرضين نفسك على طبيب نفسي لمساعدتك وتقييم الحالة بصورة صحيحة عدم طلب المساعدة ليس هو بالشيء الصحيح هذه المشاكل لن تذهب هذه الذكريات لن تذهب لوحدها تحتاجين أنت مساعدة من قبل مختص لحتى يساعدك على التغلب على هذه الذكريات المؤلمة وحتى تعيشين حياتك بصورة طبيعية والله الموفق اللي اتشاء اختيم